كما ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق سعادة السفير قمة جدالي الأمن والتنمية تشارك ما بين دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية في أي إطار تضع هذه القمة الآن؟ أنا بشوف أنها مبادرة طيبة من قبل الولايات المتحدة ساكن البيت الأبيض الحزب الديمقراطي أنه هو ينفتح مرة أخرى على منطقة الشرق الأوسط إنما بصرف النظر عن القمة وما دار فيها وما تمخذ عنها يتبقى أن نحن نشوف في التفاصيل كيف سوف تتطور الأمور وتتطور العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى المشاركة ستتمل النهاردة خلال المرحلة القادمة الشيء الحقيقي الملفت للنظر هو أنه ومش حبق به القمة إنما من مقدمات القمة ولما بقول مقدمات أنا بكلمش على أسابيع أشكور إنما ما تم أعداده من عملية إصلاح البيت من الداخل في عدد من الدول العربية على امتداد الصينوات الأخيرة ولازالت هذه الدول بتعزز من قدرتها ومنشغلة بعملية الإصلاح داخلها سواء كان إصلاح صابي أو إصلاح تناعي أو حتى سياسي يعني كل ده بيخلي الدول العربية في مركز أقوى في مركز مختلف شكل مختلف للدول العربية في هذه القمة الشيء الطيب أيضا هو أنه كان فيه تناغم فيما تناولته كلمات القادة العرب اللي أخذوا الكلمة واضح أنه ما زالت الأضياء الفلسطينية بتمثل أهم القضايا اللي بتشكل تهديد للاستقرار في هذه المنطقة وحرص الدول العربية على أنه يحصل اختراق في هذا الملف ومحاولة أن الأمور تتحرك خلال فترة قادمة من خلال عودة أطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى مائدة المفاوضات والسعي لإيجاد حل نهائي لا رجعة فيه للقضية الفلسطينية لأن هذا موضوع يتعلق بالوضع مجمل الأوضاع في المنطقة حل إقامة الدولتين حل إقامة الدولتين وده كفيل بأنه يعزز عملية الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية ستظل حالة الاستقرار هشة طبعا هناك أفاق عديدة للتعاون بين دول خليج ومصر والقرب والعراء والولاية المتحدة في المحلة القادمة نأمل أنه تشهد العلاقات في جوانبها سيطارها السنائي وجانبها المختلفة يعني طفرة وتغيير بحيث أنه تتسم بقدر أكبر من الجدوى والمصالح التي تحققها كل الطرفين الطرف العربي والطرف الأمريكي الحقيقة أنا برضو يجب أن نحن نشيد بموقف الدول العربية فيما يتعلق بعدم الوقوع في فخ المواجهة السفرة مع إيران وإتباع الأسليب الدبلوماسية والسياسية في محاولة اختراق هذا الملف أيضا والتوصل لتفاهم مع هذه الدولة الجارة والمهمة في النطاق الإقليمي لأنه التوصل لحلول لمشاكل المنطقة التي تتسبب فيها إيران ده كفيل بأنه يعزز حالة الاستقرار والأمن شوفي الأنوان بتاع القمة تم اختياره بدقة السلام والتنمية وهذا هو الشغل الشاغل لبعض القيادات الإصلاحية النهاردة في المنطقة أنه يجب أننا نمضي في عملية التنمية ولا نجعل لأي شيء يوقفنا لكن سعادة السفير بما أننا نتحدث عن إيران ووجودها كقوة إقليمية لا يمكن إنكرها لكن كيفية تحقيق المعدلة بعدم التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية والاعتماد على هذه القوة ضد أي تحديات قد تواجهها ما فيه شك أنه بيستمرار الضغط باستمرار الحوار باستمرار الانفتاح على إيران وتنبهها لما يمكن أن تجنيه من مكاسب من خلال العودة إلى العلاقات الطبيعية في المنطقة والتخلي عن مطمحها الطبيعية وحاولت بص نفوزها في المنطقة وتوقف عن التغني بأنها أصبحت موجودة في أكثر من بلد عربي يعني كل ده بجانب الضغوط اللي بتمارس على المستوى الدولي يعني يفضل بمعنى أنا متكلم عن إطار للأمن الإقليمي فهذا الإطار مفروض أنه يشمل إيران إذا ما استجابت لدعوات الجانب العربي ورغبت في أن تلحق لهذا الركب وتنخرط في هذه المنظومة الأمنية الإقليمية التي يراد لها أنها تقام وتستقر في المنطقة الحوار والتشاور والارتكاز على العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدول وبعضها البعض سواء على المستوى السنائي أو فيما بينهم ككتلة كبرى تستطيع التغلب على التحديات يعني لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي اليوم مع الرئيس الأمريكية جو بايدن وأفاق جديدة ربما من التعاون المشترك ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كيف رصدت هذا اللقاء وما يمكن أن يضيفه في مرحلة قادمة من هذه العلاقات لقاء مهم لقاء كان مطلوب لقاء كفيل بأنه يتم في إطاره تعزيز علاقات التحالف والاستراتيجية بيننا وبين الولايات المتحدة لقاء نأمل في إطاره أنه يحصل انفراجة في عدد من الملاثات المطلوحة في إطار علاقات من الصنائية في جوانبها المختلفة خلال المرحلة القادمة إحنا منافتحين تماما على الولايات المتحدة وجدين في أننا نطور من العلاقات التعاون الاستراتيجي وعلى حين على هذا في مناسبات مختلفة ما في الشك أن الولايات المتحدة دي قوة عظمة شريك هام لمصر وإن كان هذا اللي يجب أن يفهم لأن تعزيز شراكاتنا مع الولايات المتحدة بيتم على حساب شراكات لنا مع أطراف دولية أخرى إحنا لدينا علاقات متوازنة مع كافة القوة في عالم اليوم نأمل أن نعزز من هذه الشراكات لأنه دي بتخدم على قضية التنمية وبتحقق مصالح الشعب الموطري سياسة توازن القوة فيما يخص السياسة الخارجية المصرية لكن أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي تحدث عن تجربة مصرية تحترم المواطنة وقبول الآخر والتعايش السلمي تحت غطاء الدولة والوطن كيف تشكل مصر تجربة فعيلة يحتزى بها لدول العالم في هذا الإطار بعيدا عن المذهبية والطائفية التي تصاب بها بعض الدول العربية الحقيقة مصر تضربت المثال في مواقفها في ملفات عديدة وبيشهد لها على المستوى الدولي على المستوى العربي على المستوى الأفريقي على المستوى الأوروبي أنها لها تجارب رائدة وسياسية تتصل بقدر كبير من الشجاعة وأنها قدرت تتغلب على كثير من مشاكلها مش بس مشاكلها يعنيها مشاكل الأقليم اللي هي طابعة له أو الأقليم مثل على المستوى العربي على المستوى الأفريقي في محيط البحر المتوسط وبالتالي يعني مصر بتجي المثال في مجالات عدة ودي بتتأسس على رؤية واضحة ونظرة ساقبة للأمور سراء في الوقت الحالي أو نظرة مستقبلية برضو ساقبة كيف يجب أن تكون عليه الأوضاع في مصر في المنطقة وفي الشك أنه يعني كثير من الدول بتتابع عن قرب ما يحدث في مصر وما يضحك ومصر من إنجازات وبالنجاحات سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الإخليمي أو الدول نعم فأنا برضو عايزة أتوقف عند الكلمة اللي ألقاها السيد الرئيس النهاردة في الخلمة إنها كانت جامعة وشاملة وتناولت كافة الأضايا اللي بيعنا بيها المواطن العربي والدول العربية وأيضا تناول كافة التحديات اللي بنواجهها داخليا وإقليميا ودوليا وكيفية الاقتراب منها فيما أسماها السيد الرئيس من مقاربة يحب أنه يتشارك فيها مع زميل الآخرين الرؤساء الدول والحكومات اللي كانت مشابكة في الخلمة والرئيس الأمريكي الحقيقة ربما لم يترك السيد الرئيس أمر أو جانب خاص بالأوضاع الداخلية أو الإقليمية أو الدولية إلا لما تناولوا وبشكل واضح وبشكل محدد ومع اقتراحات محددة حول كيفية المضي خلال فترة التي جاءت إلى الأهمية التي تستحقها هذه القضية التي تهصل أولوية في أجنداتنا الوطنية إنما أيضا كيفية مواجهة تحديات برأيك سعادة السفير كيف رسمت هذه القمة خريطة طريق لمرحلة قادمة فيها هذه التشاركية التي نتحدث بها شوف يا فندم أنا يعني بشوف أنه تم التقديم لهذه القمة بشكل جيد من خلال عمل جد في عواصم عدة على امتداد الفترة اللي فاتت أنا بكلم على سنوات من العمل الداخلي والعمل الإقليمي والتعاون اللي أتى كثير من سماره وما فيه شك إنه إحنا يعني بلغنا مرحلة من النبج في المنطقة بقينا أدرة بمصالحنا عندنا رغبة في إننا نعتمد على ذاتنا نبقى مكتفيين ذاتيا إننا نعد نفسينا لموجهة ما سوف يواجهنا وسوف يواجهنا من تحديات في المستقبل ليس فقط اعتمادا على خدراتنا الذاتية إنما اعتمادا على شراكتنا وعلى تعاوننا الإقليمي والدولي مع شراكاتنا الدوليين وبالتالي أنا بشوف إنه هذا المصار هو المصار التليم اللي حيفرض نفسه في النهاية واللي حيفرض الاستقرار في هذه المنطقة وتحقيق منظره من توفير الأمن والسلم اللازمين للمضي في قضية التنمية التي لا تتوقف أبدا نعم سعدة سفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق جزيل شكرا